اشتركوا في القناة او العجلة ثم نرى عملية ربط ما بين السرعة المتجهة والتسارع وحركة الجسم ومن بعدها نرى تطبيق القوانين الخاصة بحل المسائل في هذا المجال بداية اذا تكلمنا عن التسارع احنا بنعطي للتسارع الرمز A وهذه A ما اخذ من acceleration ولا تستخدم A capital هي بنستخدم له رمز A small كتعريف يعرف هذا التسارع بانه المعدل الزمني للتغير في السرعة المتجهة وفي تعريف بكتابكم ايضا للتسارع هو ميل منحنة السرعة والزمن انتو درستو في الوحدة اللي قبل منحنة الموقع والزمن التسارع مرتبط مع منحنة السرعة والزمن والتسارع ككمية فيزيائية يصنف بانه كمية متجهة ولذلك له تأثير على السرعة لانها كمية متجهة فاذا كان التسارع بنفس اتجاه السرعة فهذا يؤدي لزياداتها ولذلك يسمى تسارع او تسريع واما اذا كان بعكس اتجاه السرعة سيؤدي الى تخفيضها اذا كان بعكس اتجاه السرعة يخفضها وهذا يسمى تباطئ فالتباطئ معاكس للتسارع والتسارع يقاس بوحدة متر على ثانية تربيع يعني وحدة سرعة على وحدة زمن فلو سألني ما معنى ان يكون تسارع جسم خمسة متر لكل ثانية تربيع فبقول هذا يعني ان سرعة الجسم ستزداد بمقدار خمسة متر بير سكن في كل ثانية وحدة هذا مفهوم التسارع شكثر قاعدة السرعة تزيد مع الزمن او شكثر قاعدة السرعة تقل مع الزمن في مفهوم التسارع المتوسط والتسارع اللحظي نعرف التسارع المتوسط امامنا كتعريف بانه يمثل التغير في السرعة في خلال فترة زمنية مقسوم على هذه الفترة المحددة اما التسارع اللحظي فيعرف بانه تغير السرعة عند لحظة معينة ونفس ما مر عليك من قبل السرعة اللحظية بنتكلم وقبلها مر قبل السرعة الموقع اللحظي فهذه كلها نسمي احنا الانستنتينيوس اكسلريشن بنفس اللحظة يمكن ايجاد التسارع اللحظي لجسم برسم خط مماسي لمنحنة السرعة والزمن عند اللحظة المطلوب قياس التسارع عليها ومن ثم حساب التسارع بعلاقة حساب الميل وكلكم دارسين طريقة حساب الميل فانا بحسابي للميل هذا المنحنة البياني باختار نقطتين واي نقطتين صح لاني اهني باتكلم عن تسارع منتظم يعني له قيمة ثابتة اي نقاط تؤدي نفس الغرض فلو على سبيل المثال اخترت انا هذه النقطة وهذه النقطة اول اجراء لي بحدد وين التي اي زمن القبلي وين تي اف الزمن اللي بعد تي اي بترتبط مع سرعة تسمى في اي تي اف بترتبط في المنحنة مع سرعة سميتها في اف فيكون قانون الميل والمساوي للتسارع ما جدي قلت لكم في تعريف اخر للتسارع بانه هو ميل منحنة السرعة والزمن فيحسب التسارع بالفي اف ماينس في اي على تي اف ماينس تي اي وهذه طريقة حسابنا للتسارع المتوسط بشكل عام وبالتالي متى نقرر بان الجسم يملك تسارع عندما تتغير السرعة المتجهة وعيد واكد معلومة مرة ثانية ومهمة جدا بتحتاجها في الاسئلة مجرد ما قريت في نص السؤال الجسم يتحرك بسرعة منتظمة مباشرة اعتبر التسارع الصفر قال لي جسم سرعته ستة متر ثبت لك مقدار السرعة اذا التسارع يساوي الصفر فعند تغير السرعة متجهة والسرعة المتجهة بما انها كمية متجهة ستكون مرتبط ارتباط مباشر مع التسارع ويمكن تحديد قيمة هذه السرعة من خلال تحديد معلومتين لانها كمية متجهة لها مقدار ولها اتجاه فقد يتغير اتجاه السرعة المتجهة وهذا يعني وجود تسارع وان شاء الله في ثاني ثانوي بتدرسه التسارع المركزي وهو تسارع سرعة ثابتة مقدارا ولكنها متغيرة في الاتجاه وهذا بنتعرض له في السنة القادمة بإذن الله او تكون السرعة متغيرة في المقدار قد تزداد السرعة وينتج تسارع قد تنقص السرعة وينتج تباطئ في موضوع التسارع وتوضيح ارتباط التسارع مع السرعة ارجوك لاحظ المخطط النقط اللي امامك هذه الاسهم تمثل متجهات السرعة لاحظ في البداية كان متجه سرعة يزيد تزيد المسافة تزيد اكثر هذا يعني لي ان السرعة في تزايد ولذلك لو سألني اقلب الله على هذا الشكل حدد اتجاه التسارع فبوضح بانه التسارع بهذا الاتجاه اشترني لان السرعة في حالة ازدياد هذا المخطط النقاط اللي امامك لاحظ متجهات السرعة ايضا متجه السرعة كان في حالة تناقص هذا متجه السرعة الفي هذه سرعتنا سرعة الجسم المتحرك طب بما ان السرعة قادة تتناقص هذا يعني أن التسارع معاكس بالاتجاه للسرعة ولو سألني حدد اتجاه التسارع فبقول له ترى التسارع بهذا الاتجاه لأنه معاكس لاتجاه السرعة سبب انخفاضها وتناقصها في متابعة الحديث عن المخططات الحركين لأمامي لاحظ في وصف هذه المخططات الأربعة لأمامك ستجد في الحالة الأولى أن الجسم اللي معانا في حالة سكون بمعنى أن السرعة تساوي صفر وبالمقابل التسارع أيضا يساوي صفر هذا لأن الجسم اللي معانا غير متحرك هنا في الحالة بي يكون الجسم اللي معانا في حالة حركة وإذا طلب مني أرسم متجهات السرعة لاحظ بأن متجهات السرعة في هذا الشكل اللي أمامي سنجد أنها سرعة منتظمة منتظمة بنفس المقدار وبالتالي لو سألني وين اتجاه التسارع بقول له ما في تسارع ليش ما في تسارع؟ لأن السرعة منتظمة أي أن السرعة لا يوجد بها تغير في الشكل الثاني اللي تكلمت عليه هنا عن حركة الجسم بالسرعة المنتظمة هذا يعني تلقائيا أن التسارع يساوي صفر إذا لاحظ أندي حالتين التسارع صفر الحالة الأولى بإنعدام الحركة الحالة الثانية في حركة موجود حركة ولكن السرعة منتظمة ولهذا ألغي التسارع الحالة الثالثة اللي أمامي هنا لاحظ لو طلب مني أرسم متجهات السرعة سيكون متجه السرعة قاعد يتزايد يتزايد في حالة هذه متجهات السرعة سرعتنا اللي هي الفي ولأنه متجه السرعة في حالة تزايد لو طلب مني وين اتجه التسارع سيكون اتجاه التسارع بنفس اتجه الحركة لماذا؟ لأن سرعة الجسم في حالة تزايد وهذه ما يرد عن الشكل رقم ثلاث بأن الجسم يتسارع والتسارع قلنا زيادة في معدل السرعة الحالة الرابعة اللي أمامكم نجد لو رسمنا متجهات السرعة هذه سرعة الجسم هذه السرعة بالزمن اللي وراه لاحظ أن السرعة فيه قاعد تتناقص هذا يعني تباطئ ولو طلب مني وين اتجاه التسارع في هذه الحالة نجد بأن التسارع يجب أن يكون معاكس لاتجاه الحركة لأن الحركة تمثل تباطئ وبالتالي هذا التباطئ يعني لضمنيا تناقص السرعة وعادة إذا اعتبرنا أن تجاه السرعة بالموجب إذا حدث تباطئ سيكون التسارع بالاتجاه السالب وممكن إذا كانت السرعة بالاتجاه السالب وحدث تباطئ يجب أن يكون التسارع بالاتجاه الموجب ليكون معاكس أما التسارع هنا فيعني لنا تزايد السرعة وهذا يدل أن السرعة والتسارع بنفس الاتجاه من التدريبات لتوضيح فكرة عملنا في إيجاد التسارع المتوسط لجسم متحرك سجلنا تدريب وهذا تدريب الذي وضعناه يتكلم عن باس متحرك بسرعة 24 متر بير سيكند وعندما يقترب من الإشارة بيحتاج لزمن 8 سيكند حتى يتوقف الآن هذه السرعة اللي أعطانيها السؤال تمثل سرعة ابتدائية V.I وانتبه أن هذه المدة الزمنية اللازمة للتوقف 8 سيكند زينستاذ التسارع V.F ناقص V.I وين ال V.F؟ هو ما عطاك ال V.F مباشرة تركها لفهمك أنت لصيغة السؤال لأنه ذكر أن الباس يتوقف ومادام الباس توقف هذا يعني ضمنياً في الفاينل تساوي صف فلأن السرعة النهائية صف السرعة الابتدائية موجودة معنا وهذا بالتالي يوصل أن المطلوب قياس تسارع الباس فلأن الباس اللي معنا متوقف ذكرت لكم هذا يعني لي أن سرعته النهائية تساوي صف وهذا استنتاج لك في قراءة الأسئلة وتعاملك معها وبالتالي لما نشوف في طريقة حل السؤال أنا بكتب وسجل بداية القانون لحساب هذا التسارع المطلوب على أن هذا القانون معطيني ال V.F ناقص ال V.I على T.F ناقص T.I أو اللي هي نفسها الفترة الزمنية كاملة وبالتالي بما أن السرعة النهائية صف والسرعة الابتدائية 24 والزمن المطلوب عندي 8 عملية آلة حاسبة وتطلع معنا بالحسابات minus 3 والوحدة اللي معاكم meter per second square هذه طريقة حل السؤال وهذه معادلة الحل والتعويض من المعلومات اللي وجدناها في الفينال بصفر مثل ما تلاحظون والجواب النهائي لاحظ إشارة التسارع السالبة لأن السرعة الابتدائية كانت بالاتجاه الموجب ولأن حصل تباطئ بدليل توقف الباص بعد فترة فهذا يعني للتسارع يكون بالاتجاه السالب فهذا الإجابة منطقية ومقبولة في إجابتنا نجد تدريب ثاني لفهم لفهم علاقة منحنة السرعة والزمن في دراستك لمنحنة السرعة والزمن أرجوك ركز وميز ما بين منحنة الموقع والزمن اللي خذته في الوحدة الثانية ومنحنة السرعة والزمن اللي قاعدين ندرسه في الوحدة الثالثة يعني على سبيل المثال أنتوا كنتوا في منحنة الموقع والزمن إذا شفت أن المنحنة يعطي شكل ثابت تقول الجسم ساكن ترى هنا مبساكن هذا منحنة سرعة وبالتالي لو خذيت القيم العددية هنا صفر السرعة هنا تكون مثلا خمسة عشر خمسة إذن في سرعة للإيه في الفترة هذه فلا يصح أن تقول في الفترة إيه الجسم ساكن هذاك في منحنة الموقع والزمن تكون الجسم ساكن الآن في دراسة وفهم وتحليل الجزء المهم عندي تحليلك أنت كطالب تدرس الفيزياء تقدر تحلل الرسم البياني اللي أمامك نجد هذه العلاقة أول ما يشد انتبهك إنها تربط علاقة السرعة مع الزمن هذه السرعة اللي أنا بتكلم عليها وارتباطها مع الزمن يعني V مع T نجد في هذا الرسم البياني اللي أمامي مطلوب عدة أسئلة بدربكم عليها نشوف في سؤالنا وش رمز الفترات التي كان بها أحمد متحرك بسرعة منتظمة انتبه متحرك وانتبه لوصف السرعة بأنها منتظمة ما أقل لسرعة متزايدة أو متناقصة فلما بتشوف الرسم اللي أمامك تجد الفترة إيه كانت السرعة هنا ثابتة 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 مع مرور الزمن تعال الفترة سي كانت هنا السرعة ثابتة 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 مع مرور الزمن في الحالة جي كانت السرعة ثابتة ثابتة مع مرور الزمن يجيني واحد يقول طيب استاذ الإي نفس السي والأي بعد ثابتة صح هي سرعة ثابتة صح ولكن ثابتة على قيمة جم في الحالة إي في الفترة إي هذه كانت قيمة السرعة تساوي صفر ولذلك فقد الجسم وصف الحركة وأصبح جسم ساكن بما أنه سرعة صفر يعني ما في حركة طيب أنا مربوط في السؤال شرط السؤال قال لي جسم يتحرك بسرعة منتظمة لذلك في إجابتي لهذه الفقرة سنجد بأن الفترات التي ينطبق عليها شرط السؤال ثلاث فترات فقط فترة الأي والسي وجي وانتبه أنه الأي فترة لا ينطبق عليها شرط السؤال متى يكون إجابتي أي صحيحة لو طلب مني سؤال وقال لي ما رمز الفترة التي توقف بها الجسم عن الحركة توقف الجسم عن الحركة عندما تكون سرعته صفر وهذا ينطبق فقط في الحالة لفترة اي هنا فعلا الاي يكون جواب صحيح لو السؤال أبل فترة التي توقف الجسم عن الحركة سؤال ثاني على نفس الرسم البياني اللي أمامنا ما رمز الفترات التي تحرك بها أحمد بتسارع موجب طبعا أنتوا كطلبة ماخدين في الرياضيات دراسة الميل وبالفيزياء في الوحدة الثانية درسته والميل تعلمتوا أنه إذا كان المنحنة البياني في حالة صعود هذا يعني لميل موجب يعني هنا التسارع للسرعة والزمن يكون تسارع موجب وإذا كان الرسم البياني في حالة هبوط هذا يعني لميل سالب يعني التسارع اللي معانا لميل السرعة والزمن تسارع سالب ولذلك لما يسألني عن تسارع موجب بدور في أي فترة كان المنحنة في حالة تصاعد أو ميل موجب نجد بأنه الميل الموجب في هذه الفترة فقط فإجابتنا على هذا التساؤل بأن الفترة اللي ينطبق عليها شرط السؤال هي الفترة F فقط بالسؤال الثالث ما رمز الفترات طبعا ممكن بالسؤال لما يجيك أنت ممكن تكون فترة أو فترتين أو ثلاث لا يعني بس والله أحط إجابة وحدة فأنا بشوف شروط السؤال ومهم تحليلك للسؤال الفترات التي كانت أحرك فيها بتباطئ تباطئ يعني تناقص في السرعة يعني ميل سالب يعني تسارع سالب كل هذا بنفس المفهوم فلذلك لما تشوف الرسم البياني اللي أمامك ستجد بأنه في هذه الفترة الأولى B كانت السرعة في حال تناقص ويعني لي تسارع سالب في الفترة D كانت عندي آسف كانت عندي في الفترة D السرعة في حالة تناقص وهذا يعني لي تسارع سالب أو تباطئ ما عندي غير هذه الفترتين الـ B و D كإجابة مطابقة لشرط السؤال للفترات التي تحرك فيها بتباطئ أو بتسارع سالب يعني ممكن السؤال مثل ما قال لي هنا تسارع موجب يقول لي هنا تسارع سالب نفس الوصف والمعنى في التدريب الثالث اللي بعرض أمامكم شكل لمنحنة بياني أيضا مباشرة خلي انتباهك على المحاور انتبه على المحور X موجود عندي زمن في المحور Y انتبه في عندي سرعة ولا بيكون عندي موقع لما كنا ندرس في الوحدة الثانية كان منحنة موقعه زمن هنا الرسم البياني هو يربط ما بين السرعة السرعة يعني V وتكون معطيك وحداتها متر بر سيكند انه ممكن السرعة كيلو متر لكل ساعة يعطيك هنا تلاحظ في المنحنة الأفقي معطينا تايم بوحدة سيكند السؤال اللي معاي طالب مني في المطلوب الأول تسارع أحمد في المرحلة A طيب هذه المرحلة A اللي أمامي بختار أي نقطتين لاني هنا أنا في صادة حساب التسارع بالاعتماد على ميل المنحنة البياني للسرعة والزمن لذلك لما ببدأ أفكر بحساب التسارع في الفترة A بختار أي نقطتين وأنا ذكرت أي نقطتين تختارهم بيكون إجابتك صحيحة لما بختار النقاط اللي معاي أنا على سبيل المثال بختار هذه النقطة الأولى وبختار النقطة الثانية بداية الفترة و نهايتها لما بدأت أفكر بحساب التسارع خلال هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر